بعد سباق وصراع الأحزاب والميليشيات على المناصب والمكاسب في انتخابات مجالس المحافظات بالعراق التي كشفت عن مقاطعة كبيرة لهذه الانتخابات حيث تراوحت نسب المشاركة بين 7 إلى 10% فقط لعدم ثقة الشارع العراقي بالانتخابات وتكرار ذات الوجوه السياسية المتورطة بملفات الفساد نحن مقاطعون انتخابات مجلس محافظة البصرة كلا كلا للفاسدين كلا كلا للذين يؤخرون البلد وتطور البلد نحن نرفق جملة وتفصيلة انتخابات مجالس المحافظات لأنها لا جدوى منها رافق هذه الانتخابات خروقات كثيرة كتسجيل عشرات الآلاف من أوراق الاقتراع الباطلة بحسب شبكة شمس لمراقبة الانتخابات فضلا عن قيام مرشحين بشراء الأصوات في مقام آخرون بممارسة ضغوط على الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح تحالفات بعينها فيما أشارت إلى تسجيل نحو مئتي خرق والحصول على عشرات الوثائق والتسجيلات التي تبين أن المسؤولين أجبروا القوات الأمنية على الإدلاء بأصواتهم خلال الاقتراع الخاص المقاطعة الشعبية للانتخابات لم تقتصر على فئة الشباب ولكنها الشيء الأبرز وهو دليل على أن العملية السياسية وبعد كل هذه السنوات لم تقنع فئة الشباب بحسب الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الذي أكد أن خيار المقاطعة الذي انتهجته هيئة علماء المسلمين في العراق منذ تأسيس العملية السياسية الحالية ينطلق من الوعي بأن أي عملية سياسية ناجمة عن النظام السياسي القائم في العراق لن تؤدي إلى أي تغيير هجابي في المشهد العراقي وإنما هي باطل بني على باطل فيما أعلنت عشائر عراقية مقاطعتها لانتخابات مجالس المحافظات كونها تشكل بابا من أبواب الفساد وترسخ الطائفية وتساهم في تمزيق النسيج العراقي وهدم أواصر المجتمع فضلا عن عدم وجود أي برنامج خدمي واضح ما يؤكد استمرار الأحزاب السياسية وميليشياتها وحرصها على المناصب وسرقة الأموال دون الالتفات إلى معاناة العراقيين